كما قال الشيخ العدوي أمد الله في عمره على طاعته عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال اسمع اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة كيل ومر ويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العام وفي رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العام هؤلاء في زماننا كثر وبين الحين والحين نسمع منهم العجب العجاب العجيب فتوى ذاعت وشاعت رجل تخطى الخامسة والسبعين اجتهد واجتهد وظل يفكر ويفكر 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 ثم قال لا بأس أن يقبل الشاب الفتاة الولد يقبل سحبته في الجمعة أو زملته في الشغل عادي لا بأس بهذا لن الشباب فيهم طاقة وعندهم كبت ويحتاجون إلى تنفيس وهذا الذنب من اللمم من الذنوب الصغيرة هذه فتوى يا عباد الله إن لم يكن أصحاب هذا الكلام من الرويبضة فمن الرجل التافه يتكلم في أمر العام آخر سألوه سؤال اتصال